يعيش المشهد السياسي الفلسطيني حالة من الترقب لسيناريوهات مفتوحة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة بعد استقالة حكومة رامل حمد الله مرشحون كثر في بازار التنافس بين الفصائل الفلسطينية ومع ذلك فالحلول قليلة فحركة فتح ترى أن إقالة حكومة الوفاق الوطني هو فك ارتباط مع حركة حماس أولا وخطوة نحو تشكيل حكومة تقودها فتح حصرا لترتيب عقد انتخابات تشريعية لقيادة المرحلة المقبلة وذلك بعد أن وصل الحوار بين الفصائل إلى طريق مسدود بحسب مسؤولين في حركة فتح وفي ظل فشل شبه مؤكد في ملف المصالحة الفلسطينية تتجه الدفة السياسية نحو خيار يبدو وحيدا لجميع الفرقاء ألا وهو الذهاب لحكومة تتألف من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة تكون مهمتها التمهيد للانتخابات التشريعية القادمة مراقبون فلسطينيون اتفقوا على أن ما يجري على الساحة السياسية الفلسطينية هو إعادة بناء للنظام السياسي الفلسطيني بقيادة فتح حصرا وقطع كبير للعلاقة مع حماس وبات من المؤكد أن لا تضم الحكومة الفلسطينية المقرر تشكيلها قريبا جميع فصائل منظمة التحرير في ظل تصاعد الخلافات الداخلية ما يلقي بالمزيد من التعقيدات على المشهد الفلسطيني ككل ويدفع مجددا نحو تكريس واقع إدارتين فلسطينيتين متصارعتين الأولى في الضفة الغربية تقودها فتح والثانية في قطاع غزة المثقل بالحصار والأزمات تقودها حركة حماس في المقابل أعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين مقاطعتهما للحكومة المرتقبة حيث أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية عمر شحادة أن الجبهة الشعبية لن تشارك في الحكومة الجديدة وتعتبرها تكريسا للانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 أما محاولات المصالحة بين الفرقاء الفلسطينيين فقد فشلت هي الأخرى في تحقيق تقدم يذكر بل إن المستجدات على الساحة السياسية الفلسطينية تشي بأن هناك تصعيدا جديدا في الأفق على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة التي يبدو بأنها تكرس لانقسام فلسطيني جديد تشكيل الحكومة الجديدة